موسيقى مساء النور زحف توركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير ان شاء الله تكونوا افطرتوا بيان اراكم قاعدين ام قابلين تسنوا القصص وحكايات حفيد ابريكي والضيوف تحفيد ابريكي اليوم ضيفة مميزة ضيفة من طراز اخر من نوع اخر ضيفة انا فانتحة صدقوا او لا تصدقوا صدقوني انا فانتحة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ديت من الكنتحة بزاف عبر ديت من الكنتحة بزاف نصائح تصحيح لاخطاء كنت نعرفها مثلا على الصلاة على الزكاة على امور بزاف ام بعد شوفت شوفت قلت متمنية تكون معي ضيفة في الحصة تاعي صدقوني غير كانت امنية حكا متمنية فانا ما ابعدت لها ما شاء الله عليها ربوندت لي وقلت لي اهيك بزاف اللي هي لست مفتية مرحبا بك ريمالي مترحب بك الجنة عيشك حافظة مرحبا بك اعني فخورة بك بارك الله وفيك وفرحانة بك بزاف تعيشي عيشك وماشاء الله عليك يعني طفلة حكا صغيرة لقيت فيها كل المبادئ اه وش هنقول لك الاسلام ومقدر نقوله تاني العقيدة واممتو صغيرة وتهدري الحديث تهدري رسائل مشفرة ولا رسائل غير مباشرة تبسطيها الليزابوني تاعكتو احكيلي بدايلي كيف حتى بدتي اولا حبيت نعرف اسكو اصلا كنت هك ملتزمة من صغرك وعطيني وقت وقتاش الوقتش حال في عمرك واش درستي وكيفاش حتى دخلتي مواقع التواصل الاجتماعي اول حاجة اه ما كنت هكا وبالك رايحة تتفاجئي وكا اقول لك اول ما بديت مواقع التواصل الاجتماعي ما بديتش بالدين بديت بالعكس تماما اللي هو الماكياج نا بديت بالماكياج بسكو كنت انفلونسي بطريقة يعني لا توصف باليوتيوبرز تاع الماكياج هذاك الوقت بدت في 2016 انفلونسي بديوتيوبرز ديزالجيريان نا لا لا ما كنت شتبار بزاف ديزالجيريان كنت تبعت عالخارج اوكي بسكو كنت متأثرة بطريقة كبيرة باليوتيوبرز ماكياج اوكي بدت كأي فتاة تحب تدخل في مواقع التواصل الاجتماعي دخلت بالماكياج بسكو في بالي عند ضع في تزاير الطفلة يلاحب تتخل في مواقع التواصل الاجتماعي يا اما ماكياج يا اما كوميديا انا كوميديا نعجز ندير تاكس اكترا اكترا فقوط ماكياج اسهل فبديت بالماكياج على رغم اني ما نحبوش سبحان الله بديت به انفلونسي ما غلطوش نسمهم مؤثرات لانهم حقيقة يؤثروا في الناس ونتمنى انه التأثير اللي بالك كان سلبي في بداية بتاعي نتمنى انه الان تحولي الى تأثير ايجابي واني نفيد الناس اشهد الحمد لله الحمد لله شهد اعتز بها افتخر بها لان قلت لك بديت الماكياج ديزاني وانا ندر الماكياج 2016 2017 2018 2018 2019 كورونا لفنطع 2019 ديبت 2020 كورونا قررت اني ماش نقول لكش نحبس ديفينيتيجم صوف اني بديت نتساءل مع روحي قلت الماكياج حاجة ما نحبهاش وبالك عيب شوال وابقوا لكي ارشيفا لكي ارشيفي تكمل الفيديو حسنا حسنا لعنا تكون كورونا امانos يوجد كورونا كورونا حسنا 16000 متابه حسنا 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 يتمنى انتظروا انتظرين حسنا انتظر لكورونا كنت اهلمني والمزف هذا ما كان يهمني كان عندي أمنية أني نأثر في الناس لكن كنت مخاف كيف نأثر فيها لا نعرف طريقة التأثير قلت لك ارشيفي تكمل الفيديو تاعي ونرجعت طفلة تبعت لي ليس سهلة هذه التأثير ليس سهلة ليس سهلة لم أقررت أني نحبس نوع من شغل باوز درت باوز في حياتي يعني تاع المواقع لم أخممت لم أخممت قلت اكتف في ستوغي بصح في الماكياج حبست يعني الفيديو حبستهم قلت لك حتوين تبعت لي اونا بوني سلام عليكم مشاركي لباس الحمد لله تعيش يختي كنت حبا الماكياج فحبيت نديان تويتو من عندك ونرقش الفيديو تاعك ونراهم تعرفي حافظة حسيت انه انسان عطاني بكف فطنت قلت سبحان الله انا انسانة ماشي للماكياج بزاف بره يعني الماكياج كاقليل ايلينار فغاج وحاجة خفيفة برك بشمان بنبانش مريضة اولا قلت سمانر ماكياجان ينطر فيهم في الفيديو ماكياجة اعراسي ايضا ايلينار فغاجة ايضا يعني ماكياج غير مكبير قلت سبحان الله انا بلك الدنوب لا ننطر فيهم بطريقة مباشرة بما انه كايناس راي تتأثر بهذه الفيديوهات راي تتأثر بطريقة الدنوب حمدهم بطريقة غير مباشرة فقررت اني نحب سديفينيتي المحتوى هذا وما نقول ليش له ودخلت لتيك توك مع كنا داك الوقت الكورونا ايضا اغلب الجزائريين دخلوا لتيك توك واكتشفوا في وقت الكورونا دخلت لتيك توك وبدأت ندار يعني خرجت من الماكياج تعلقت نوعا ما بتمثيل كان كاينا فيديوهات على التمثيل وبالك إلا طلع لي تيك توك إلا تعرفت تعرفت بعدك مقاطع صغار التمثيل ماذا لديك في تيك توك قريب سانسونكا الله يبارك في عمرك عايشك قلت لك بديت مواقع يعني مقاطع تمثيلية هاديك المقاطع تعمل مصري جزائري ضحك الدراما نعم درت كوميديا ودرت أيضا تيتانيك مقاطع تيتانيك وهذاك الوقت كنت ندار الماكياج وندار اللانتي حبست الماكياج عن تيوتو وندار اللانتي زروق ندار اللانتي زروق ونحن نعرفت عن طريق سبحانه سبحانه نحيتهم ونظروا أنهم نضحك ونظروا أنهم نضحك سبحانه مغير الأحوال ليس نفس الشخصية ليس نفس الإنسان سبحان الله قلت لك بدت نمثل فيهم من بعد واحد الله ما أمين وإياك إن شاء الله قلت لك ندار المقاطع تعمل تيتانيك من بعد واحد نهار تجاز مقاطع تعمل فيلم مسلسل تركي ومسلسل تركيه كان هذا الوقت يعني كان الناس بيشوفه كان يشوفه وبما أني نتكلم نوعاً مع تركيه فقررت أني نديره أيضاً درته ونشافه بلي نهضر التركيه فأولا ويطلبوا مني أن نعلمهم اللغة تركيه فقررت أني في عظماء نستغلت ذلك المقاطع التمثيلية غير باش ندير مقاطع يعني فيلم أو مسلسل حاولت أني خيارت مسلسل نوعاً ما ديني هو مسلسل جميل جداً يعني ننصح به الناس اللي هو إشرح أيوار بحر الأسود اللي فيه يعني ممسلسل تركيه لكن يتكلم بطريقة كبيرة في الدين لا يبالك يبالك في عمرك يسلمك فديت منه مقطع اللي يتكلم فيه على طريقة استجاب الله للدعاء الإنسان والناس بزيف عجبهما ذلك النوع يعني هو تركيه لكن في نفس الوقت يهتكلم على الدين لكن للأسف ما كوش ليه الأسف شديد هو يعني حاجة مليحة لكن الفيديوهات هدوم اليولي تنديرهم دينية لكن باللغة التركية انتشرت بصفة كبيرة في الترك ولو زبوني ليجوني اللي كوموتر ليجوني أتراك سبحان الله اللغة التركية مع أني يعني كنت ندير ملتحت ترجمة باللغة العربية لكن يعني بالك الخوارزميات ينتبهوا للغة أكثر ملتحت ترجمة اكزاكتما ذلك قلت لك ولو يشوفوا في زبوني ليزابوني أتراك وأنا حبيت حبيت تعرفي بلادي حبيت شفوني بسلام حبيت ذلك لو أن المحتوى التعي يكون في تزاير يعني ملء حاجة يخرج خارج الوطن لكن الأحد الأحسن أنه يعني نتعرف نبدأ ببلادي وبالنوح الانتغنسيونال نتبه يبارك يخطيك يبارك يخطيك لكن حبيت نسأل بسيط قبل أن تكمل الحكاية يعني أنت كنت مهووسة بالشهرة أو جوسيبا فاراغ أو كنت أحبت تعرفي أول ما بديت كانوا عندي هدفين الهدف الأول أني نخلي طابع إيجابي أوكي نخلي أثر إيجابي في الناس يعني بديت بالميك أب ما كنت يجعل ببالك بالحرام أو حالي على بالي على بالي بالي حرام أشتال إنسان يكون على باله حاجة بصح يتغاضع عليها يقول ما عليش ببالك نفيد بها ببالك حتى لو حرام ببالك نفيد بها شغل ما كنت دير في بليء أنه حقيقة نرح نأثر في الناس حتى المكياج يعني كنت نديره ليس مكياج مكياج أو لا كنت نديره بطريق هاوية كنت هاوية في المكياج لذا كنت عبالي نأثر لهذه الدرجة في الناس كنت نقول له كنت نعلم من الناس شيء خفيف الهدف الرئيسي كان أني نخلي أثر إيجابي في الناس والهدف الثاني كأي فتاة دخلت موقع التواصل الاجتماعي يهمى أنه يكون عندها زعبوني ويهمى أنه تقول مشهورة ويهمى النوت المعروفة وكذا فوالا قرية جوغناليز قرية جوغناليز من عمي عيشك تعيشي هاي كمليلي درك عبالك صحرام وشويق اليوم تعيشي وعندي بالك عندي كما يقولوها لحب بالك أول بسجفة تليفزيون أنا عمي أب حربي جبت هاي كمليليوم هاي كمليليوم بعد في الترك حبست الفيديو بتركية قلبتهم باللغة العربية اللغة العربية يعني قاعدوا طابع ديني ذات طابع ديني الفيديوهات لكنهم لت بالعربية بالدرجة بدتنا نهدر على أصلاة نهدر على مثلاً اللي تلقت حواجبها اللي الحجاب كيفش يكون وكذا وكذا وبعدنا نشوف أنه أنا يعني قاعدت ندر الماكياج وحجاب يمارهوش يعني ما نحبش نقول كلمة حجاب شرعي لأنه في الحقيقة كان حجاب واحد يحترم شروط الدين ونبكش يعني حجابات عديدة فارلا ما قلت لي تهدر على الحجاب وليت نشوف أنه أنا في نفسي ما نش ملتازمة بهذه العفايس الماكياج هدر على الماكياج كيفش نقدر نقنع إنسان أنه الماكياج ماشي مليح وأنا في حدتي دير الماكياج كيفش نقنع إنسان أنه الحجاب اللي يحب وربي ماشي لازم يكون فضفاض ويكون يعني طويل وبستور وكذا وأنا حجابي مرهوش مستور فبلا يعني المشاهد كيشوف يحسب أنه أنا لي أثرت فيه ما يعرفش أنه حقيقة يعني علاقة عكسية هو لي أثرت فيه من خلال أنه كنت حابة نسقم نفسي باش يعني المشاهد كيشوفني يقول حقيقة هالطفلة تمثل المحتوى التحى نقدش نهضر على الدين ولا المحتوى التاعي ولا الصورة التاعي تعكس المحتوى دونك ديت بلاعقل بلاعقل سقمت حجابي نحية الماكياج كانت سهلة ولا صعيبة صراحة صراحة صعيبة صعيبة ما نكذبوش ما نكذبوش يعني يعني يقول لك يعني كينما قول بما معناه كل حاجة محرمة هي حاجة مرغوب فيها صح صح ولا لا لا يخي نقوله كل ممنوع مرغوب هذا هي كل ممنوع مرغوب كل حاجة ممنوعة الإنسان هكا طبع تاعو هكا يحب حاجة يروح الحاجة التي تقول لها لا لا هذيك اللي يروح لها كانت صعبة جدا سيختو كانت سهلة ما وقعت وصل اني مان ماكييش اني سقم حجابي كانت سهلة صح اني نخرج حقيقة حكاك بالماكياج ونخرج نسقم حجابي بره واني مثلا ماندرش ريحة اني مثلا يعني النقص قاعد لعفايس واني نقص منهم هذا هو اللي كان أصعب نقصي بالعقل 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 الحمد لله نحطم كامل الحمد لله الحمد لله يبارك في عمرك يسلمك لكن انا نسقتك شيئا انا ك كحافة دوليكي كما تعرفوني انا نحضر الشيء اللي كان وشيء اللي نشوفه الله يبارك من شاء الله لازموني تحكم اللي يحبوها الماركة هذا الكومنتر 99.99.99.99% ايجابية لكن نلقي هذا الكومنتر زوج سعنتي شكون بتنعتي لنا الدين شكون تبهت تفتيع لنا شكون تفهمتيني سيخطوك تقول لهم هذه ليست تنذرها هذه محرمة هاو كيف يحللها ربي سيخطوك الناس وين تعرفي هذا الشيء ومشي قريتي ومشي تعرفي ومشي المراجع ومشي الأسس ومشي الكتب ومشي الأشياء اللي خليتك تحضرين ومشي متأكدة انه هذا الشيء صحيح خيبية اول حاجة مانيش طالبة علوم شرعية يعني حبالك مستقبلا عاليش الانسان يطور من نفسه طلب العلم يعني ماشي مانيش طالبة علوم شرعية عندي مسترطين في علوم إعلام وإتصال الله يبارك يبارك يا ربي تستهل حصة الله يبارك كما يقولها فصحة اللسان أعيشك بشوشة الكاميرا تحبك تعيشي بارك الله وفيك يعني تستهلي بارك الله وفيك ومن بعد قلت لك بالك المعلومات اللي نجيبهم كما قلت لك مانيشف مفتياكات بفلا بيوتاعي أنا لست مفتية شفتها وحقيقة أنا لست مفتية لماذا لا يعرفك الإنستاغرام تعيش؟ ليدي ريمال لماذا كتبتها نعم ليدي واحد من الإنستاغرام قلت لك في البداية كانت اسمها ليدي وكانت تعجبني هذا المكياج لذا اسمت اسمي عليها تركيا الإنستاغرام تركيا ريمال أنا في الحقيقة اسمي ريم لا أنا اسمي ريم وقال تعليف منها كما كنت ندار المكياج لذا جانب يعني الانثوي يعني اسمتها ما بدلته من نهارك ما بدلته؟ ما بدلته؟ اسمي بقى هو بقى هو دركن ومنين تأخذين المراجع والأفكار والأسس هذه الأحاديث وهذه المختطفات التي تضع فيهم والغنز أغلب الفيديوهات التعيم لا نقول فيهم حلال أو حرم أغلبهم لا نحب ندخل في الجانب هذا حلال أو حرم أغلبهم لا نقول حلال حرم نقول مثلا يشتنبوا هذا الشيء ولا يفعلوا ذلك الشيء حب ذا لو تفعلوا ذلك الشيء لأنه الرسول عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه يعني نهانا عنه نديره ولا قال لنا باش نديره فقط المعلومات اللي نجيبهم أغلبهم يكونوا من كتب ولا هاد اليامات الأخرين يعني عندي بالك واحد تلت أشهر أربعة شهر ديت نقرأ قرآن تعلم قرآن ما شاء الله يعيشك لما أمين قلت لك ما عندي أستاذة تاعي لي تمدلي المعلومات عندي كتيب صغير كي يكون عندي كش سؤال أستاذة تاعي يعني طالبة في علوم شرعية ما شاء الله طالبة طالبة نعم ما زال يعني راهي في طور إن شاء الله يقدرها إن شاء الله تجهلها تحية وتؤجر إن شاء الله تؤجر طبعا تؤجر لأن المعلومات أغلبها لاني جبارة ما يكونوا من عندها مصادر هي المصدر التاع الرئيسي قلت لك ما ندي من عندها المعلومات كان أيضا في المسجد كان نحضر من ذاك حلقات بالجمعة ومرسلت للجمعة نحضر من ذاك هكا جد هني هكا تجمعات ولا خطابات اللي يديروهم طعم ما شاء اللي خطابة الجمعة لا لا من بعد أحنا سأخصيك أسكت لقيف المسجد فتيات يعني بزاف كان رقم يعني ليستاهلوا حاجة لتنفتخروا بها أنهما ميروحوا لهذه القاعدات لا لا للأسف شديد ترى صلاة الجمعة يحضروها غير إنساء الكبر للأسف للأسف يقول لك صلاة المرأة خيرا في بيتها ما اختلفناش عليها لكن يعني مرسلت الجمعة أنا قلت لك كاين جلسات نديروها مع الأخت عائشة بيذكرها بالخير وين المسجد هذا؟ متمنين أن نحضرها يا نبيع في السخص الله يبارك مسجد رائع حاولي مسجد رائع حاولي مسجد رائع تتعلمي منه تستفادي بطريقة عجيبة نديرو هكا جلسة مرسلات للجمعة نقعدو هكا سويعة تخيير لنا سويجي وهذا السويجي الموضوع اللي تخييره أنا ندير معي كتاب صغير أو من ذلك في تليفون وندير من عندها ننجستريها يعني أغلب المواضيع اللي تبندهم من الناهية هم الموضوعات اللي نحطهم في فاتيكتوك وإنسطاق ضم المصادر الرئيسية يعني ترفض من عندها وانتي متأيقنة أنك مكيش خبأة لأنها ستكون درست وعندها سند الأحاديث وعندها أغلب الفيديوهات نقول قال الله قال الرسول ما نحبش نهدر ما نحبش نتكلم في موضوع ديني من غير ما يكون عندي سند موثوق فيه ما كاش يعني سند موثوق فيه أكثر من الحديث والغرآن نعم مفهلا شوفي حبيت نكون صريحة معك أنا من جهة أنه صح المرأة صالتها هي أحسن في المنزل وتؤجر عليها كتاب لكن أنا كنت أذهب إلى المسجد مع أني من نهار جيت الآلجة وزوجت لم أكن للمسجد كنت أذهب نحس بروحي جوسيبا نحس بروحي غريبة على أني أذهب كنت أذهب مع الجيران مع أصحاباتي فهمتي كنت أذهب هنا نحس بروحي غريبة نذهب وحدي إلى المسجد نحشم جوسيبا يعني نحضر كما تعرفوني أنا ترقائي المهم بصح لكن كنت أذهب إلى المسجد ونصلي نحس بطاقة روحانية نحس بطاقة كشغل في مكان غير طبيعي يعني نحس بإحساس أني كيف نقولك الجانب الروحاني لديك طاقة تطلع على قد ما تقعد على قد ما تقلع على قد ما تسمعي على قد نحن أنا بالنسبة لي نحن نفتقد مثلا لبلدان أخرى مثلا سعودية مصر منا عندهم داعيات نساء عندهم هكتع جلسات عندهم ناس ينشطوا بها يكبروا الحلقات والجلسات هدو تيما كيش تشوف إحنا عندنا تقصير من هاد الشيء عندنا حافظة عندنا خيرات ربي سبحانه نعود نولي القبل للفكرة اللي قلتي لتحسي بالراحة وطمأنني أناكي تروحي إلى المسجد واسمه بيت الله كين بلاصة تحسي روحك أحسن منها بيت الله واسمه بيت الله اسم على مسمى لتحسي روحك في مكان أفضل من بيت الله هذه أول حاجة ثاني حاجة أن تحشمي كي تروحي وانتي وحدك أنا رح وحدة نروح وحدة للمسجد وكنت خاغ نتحفز روحي بروحي نتصبح وندوش ونلبس حويجي تعل المسجد عندي حويجي سبيصلت على المسجد نخليها مغرب من الجمعة للجمعة ونهبط للمسجد ونثابر ومين ذك نعجز ومين ذك نعجز فسح نقول بعليش نتعلم حاجة جديدة معلومات أيضا نعطيهم من خطبة الجمعة نحاول نحضر للخطبة قدر المستطاع يعني الدرس اللي دروا قبل الخطبة نحاول نحضر له كي نعطي المعلومات تانية قلت لك أنه ما نفتقدش لهذه التجمعات لأنه كينين وبزاف في المساجد في الجمعيات كينين نفتقد أنه البنات يروحوا لهذه التجمعات نفتقد للتوعية الدينية في المجتمعات قليلة جدا قليلة للأسف يعني هي حاجة أساسية في المجتمع أنه يتربع للدين لكن للأسف شديد حنشفوا أنه كين بزاف عفايز نروح لنظرة المجتمع أكثر من نظرة الدين لهذه الأشياء نظرة المجتمع تقول يا ذاك المجتمع شافها مشي مليحة نبعد عليها من خموش أسكو الدين قال هي جوز لا لا جوز حلال لا لا غير حلال يعني حرام وهذا هو الشيء اللي بلك نقص في المجتمع تعنار بأنه بصح يعني التجمعات كينين كينين أنت مجتمعاتك تعمد بما أنك تأثري في الناس وبما أنك الله يبارك تروى 100 قريب قريب 200 نعم أنا بالنسبة لي الله يبارك ما شاء الله لك قريب تروى 100 في الإنستغرام وعندك قريب 500 في التيك توك ما شاء الله رقم ماشي ماشي بالسهل كما نقول والله يبارك بالنسبة لي يبارك ماشي من الناس الذين يشريون لا 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 لكي في مرحلة حتى ربي سبحانه أدىك للطريق الصحيح والحمد لله والحمد لله والربي تبتك وربي يبيني أحنا وإياك تعيسوا وإن شاء الله يا ربي نكون معك إن شاء الله أنا دروك جاءتني فكرة على رمال ليس هيالة الدينة تقولنا رواح وتشوفوا ويناني الروح رواح وتشوفوا بسكو دروك أنا مثلا الغيرة كمرأة ليس عب أنني نقول غرد سنكون في مكانك يعني مثلا بالصح واحد يحفزني واحد يحفزني بلك أنت يا عاوني روحك وطحتي ونطتي وبالشوية نقصتي بلك ناس يخافوا بلك ناس يهابوا بلك أنا قلت على رمال مثلا ندرنا دي كونكوخ تأثر في نبهة الدينة لهذا المسجد ولا ديفواء دي كولا بوغاسيو مع جمعيات اللي يستهلوا أنها كل مرة تروح المكان الجمعيات تروح بالناس يتبعوك اللي يحبوك يتبعوك ويأتي أنت تربحي الأجر وإن شاء الله نحن الآن نأتي ونبدلون الأحسن وعلى هلالة كمان نتمنى ما تكتشل الفكرة هذه الفكرة أني نطبقها بطريقة عين مباشرة يعني ما نديهمش حرفيا معايا لكن نديهم عبر إسطوريات مثلا إلى رحت للجامعة سوفهم بالجمعة ندر لهم يعني نحثهم بشي روحوا للجامعة ما شغل الرجال بسكو عمال بليزابوني عندي بالك 90 بالميانسة لكن كاي نرجال معايا طبعا من حث أغلبية النساء أنه كما قلتي مقبيل صح صلاة المرء خيرون في بيتها بصح كاي النوع آخر من الطاقة الإيجابية اللي ندوها من المساجد كي نروح مثلا نتعلم القرآن أول ما أدخلت المدرسة القرآنية لقيت أنه أغلب البنات اللي معايا في القسم صغارات صغارات خلاص يبالك 15 سنة 16 سنة 17 سنة لقيت روحي أنه أنا في غيمة كبيرة عليهم نهار لول حشمت قلتي خيس قساني الإيمام قال لي ما حالك يحفظ من حزب بنتي باش نعرفوش من قسم حشمت حظة صور صغار حظة صورة البقرة وصورة النبأ وكذا لم نعرف حزب كومبلي أو حزبين أو حشمت وماذا نقول له قال لي ما عليش نعرفك في القسم ولتحقي بهم حاولت تحقي بنا مراحقين قلت خلت القسم ولقيتهم هكاك حشمت قلت ما نزيد ما نروح لقيتهم هما صغارات وحافظين ويعني بالأحكام ما شاء الله تبارك الرحمن بالأحكام والترتيل الله ما آمين خفت أنه نعود نحشم قدامهم حشمت المصحف اللي ديتوا لا أرى مصحف يعني مصحف اللي نقرأوا به بالترتيل مصحف عادي وليس 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 ما تقرأي به يعني مصحف اللي نقرأوا به في البيت ما هو نفسه اللي نقرأوا به يعني في المسجد قلت لك حشمت ولكن قررت قلت لا لا نحف نفسي ونحف الناس معي أنا نروح نضير الكوراج بالناس ونضير لهم بي الكوراج ونروح نهار الأول ماني خسر أولو قال نتعلمه قال نبدو من نقطة كان من نبدو من نقطة معينة فالنهار أسبوع اللي جاي عليه حاولت أني نحفظ صور صغر بصحب الأحكام مثلا صورة الناس صورة الإخلاصات ومصالي نصلوا بهم حاولت أني نحفظهم بالأحكام ولقيت تشجيع من الأستاذة قلت ما شاء الله وراكي في طريق هايل وعندك مخارج حروف رائعة وشجعتني والحمد لله بارك الله وفيها صحف عندك فصاحة لسان ما شاء الله بارك الله وفيك حتى درجة تعنا كيف تخرجي الحروف ما شاء الله بارك الله وفيك ربي يعيشك قلت لك أتخذ هذا الصور نحاول أني نحف الناس نقول لهم أنه مو شعيب أنه ما نعرفوش مو شعيب أنه أول مرة ننطلقوا في أي حاجة مو شعيب أنه مثلا كما قلت لي جاتك صعيب أني نحي الماكياش جاتني صعيب أني نحي الماكياش حقيقة جاتني صعيب أنه نلتزم جاتي صعيب أنه نشوف طفلها كبرة شعرها شباب وتلبس حوالة شابين طم دانس أمود نقول لها كمين نقول لك هذه هي تبريغة كنت نقول لك أنه غير سعوان أقدر أني نحي نقول لك يا ربي هديها يا ربي هديها كما هديتني أنا بس كنت في بلاستها كنت في بلاستها كنت في بلاستها نقول يا ربي هديها الله أمين يا ربي نقول يعني هذا العفاية التي كتشوفهم بلك أنا في دوكبة لك ومجان ما شيئا يعني ما مش تبتين ما مش مترسخين من نية بالمياه لكن الإنسان هذا هو يكافح نفسه إنسان يجاهد نفسه في جهة يومي مع نفسه كما تصبح لازم يعرف ويش لازم يدير ومش مجان مجان لازم يدير حبيت تاني نقول لك حاجة وشرايك في البنات ولا في هكا اللي كفاش مقول لك يلتزموا بين ليلتين وضوحها هكا حتى تلقيها هلتزمت تلقيها هلتزمت منها منها ومعضت أب حتى تلقيها هلتزمت وماذا رأيك فيهم أو لا ما رأيك فيهم وماذا رأيك ما رأيك وماذا هي الشيئ اللي يجعلهم ما هم هكا ما هكا أو يبدلوه ومي خافوش ومي حشموش أكا شوفتي أنت حاجة إيجابية وحشمتي فما بالك أنه واحدة تبعت طريق ربي والتزمته منه وبعد الغضوان نعطت نحات مكيات ومعضت نحات الخيمار أنا نقول حافظة أن واحد المقولة يبعتوني يسقصوني بزافعلي هذا السؤال ونقول لهم طريق الالتزام يأتي درجة بدرجة لا يأتي دربة لا يأتي دربة لا يأتي دربة واحدة تطلع دربة واحدة تطلع دربة واحدة تطلع درجة بدرجة يعني حتوين تظمتي فيها الحمد لله انطلقي وهي رايحة وبالك نرى أن هذه البنات لا لديهم دعم من الأسرة والمجتمع والعكس الأسرة أبليجتها تدير الحجاب نرى مثلا نعطيك فكرة الحجاب فكرة الحجاب يجب أن ترصخ من صغر الطفلة مليوية صغيرة نعطيها على الحجاب نحب بوهافة نعطيها على الإيجابيات على الحجاب أنه سترة وكذا مثلا غير تلحق السن معين نقول لها أنت لبس الحجاب بين بالك أنت لبس خوفاً من الوالدين يأتي النهار ستخرج عن طوع الوالدين وتكبر بلك لا تخاف لا تخرج يعني عيناني في نحية قدامهم من برات نعرف بنات ما عرف بنات أرى ومعايا قدام والديها لبسات وحجاب يعني حجاب ملتزم ملتزمة في حجابها تخرج برها لا تعرفها بدون حجاب يعني عشان نقول لك الالتزام يأتي درجة بدرجة أولاً ثانياً لازم توعية أسارية يعني الوالدين تبدأ من الوالدين دائماً يحثوهم على الدين يحثوهم على كما الصيام أنا دي من نمد المثال بالصيام الصيام اللي وحنا صغار نشوفوا والدين يصوموا يقول لك صيام من اللي تلاقي الأنسة اختناج تقول لي لازموا تصومي واجب عليك تصومي نفس الشيء بالنسبة للحجاب ولا باقي يعني الالتزامات الأخرى أنا سمحولي درج واني الكاميرا تاعي أنا آله لك حبيت نحضر زوج كلمات بوووووو كنت نحضرهم واحدة في الدار لكن المرة هذه كي جاء تريمال خلاتني نتشجع ونحضرهم قرام الكاميرا صدقوني مع والدين لتزام وندعيها ليل ونهار مشي سهلة بأن نحضرها ونحضرها من قلبي نتمنى يا رب إن شاء الله يا ربي تقبل مني تكون اثرت فيها ان شاء الله يا ربي ان شاء الله سيثبتني و ربي يعاوني ان شاء الله بها نتغير و شو نقولكم اي واحدة راه تشوف فيها هذا هو الطريق صحيح هذا هو الطريق صحيح هذا هو طريق ربي هذا هو الشيء اللي انا غضوة في العفة عن بلكم حاجة ني اللي يزعبوني ني الشهرة ني الجمال ني الماكياج ني اللبسة ني والو قدامهم في غضوة هذا هو الشيء اللي انت حسب عليها هذا هو اللي نقف به قدام رضي لا اله الا الله هذه هم المؤثرات مش مؤثرة ندخلون لقوها تشطح مش مؤثرة ندخلون لقوها يطبعوها في العبيسين مش مؤثرة ندخلون لقوها تشطح مش مؤثرة اخرى ما هذا هو التأثير تأثير مش بليزعبوني صدقوني صدقوني للتأثير مش بليزعبوني ندخلون عند واحدة عندها مليون زوج ثلاث ملايين عندها ليزعبوني و ماذا هم يتبعو تبعو فيها بليليومي في الماريكانة يتعون في المايو تعون في المايو غضوة في لندن مع بل ما شو راهي تدير هذا تأثير تأثير ان واحدة مسكينة ما عندها حتى حق البيوس تتأثير بمؤثرة كل يوم في بلاد ولا تأثير تأثير ما عندها شبه تشري قرعه جو تتأثير بوحدة نهار كاملية بالماكياج بأحدث غير هودا بيوتي و إيكس و إيغا ثم لا تشري قرعه لا تشري قرعه بيوتي و إيجابتهم للماريس كاملية بالذيبات هذا الجزء يتغضى و عليها النظر لابناء تشوفهم تقول لك ايه شو تحضر عمرة بالماكياج لا تشري قرعه باطل باطل و ليس لديك حاجة لك تشري حوائج و يعني تكلف والديها بشير قرعه لعفيس اللي بلك هم المكلة حق المكلة لا يستطيعون الحق لهم أنا ليس مؤثرة أنا بديت تصميم أنا مصميمة أزياء جزائرية اللي زابوني يظهروا تعرحهم نحبهم اللي زابوني تعيك الترخيرهم أنا حتى كنت ندير لي بيوب لوجه الله باطل و ندير للناس اللي يسحقوا حلويات مملحات حويج هكا قش خمارات مننا حكاك و صدقيني يا أختي العزيزة أنني دخلت عندك أفرتي فيه و شوفت حكا و قلت هذا هو التأثير عاية الزبج تعيي قلت له أرواح تشوف والله العظم قلت له أرواح تشوف هذا ما نحبها و طل و شافك حكا تحبك الجنة قالي الله يبارك كانت و كانت واحدة سأسميها أخرى هذه مؤثرة أخرى شوفتها مؤخر لاحظت لك أشياء في قناة تلفزيونية أنت طريقة إلقائك و بشاشتك تقدري مع الكاميرا في الإنستغرام و أنت ودقات بجمالك لا أعرف كيف أقول تأثير و طاقة تأتي من عندك ما شاء الله ربي هناك تعيش يا حفيدة أنا أتمنى تمنى أنت أنت تتمنى عندك حصة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله على الجلال ان شاء الله يا ربي هذا ما كان درك حبيبتي انا احبتك تعطيني مثلا كيف اقولك انا باش تنصحيني انا ولا غيري بان حكموا هذا الطريق بان تحفظوه مشي واحدة تقولك انا اخاف نقولي ماشي شابكي نحيل مكياج كما درك الول في الفيلدخ درك كنت نحيل الفيلدخ لا تقدر صح ايه بيناتنا بيناتنا تعرفوني اين اهضر دي ما نقولها لكم درك انا قلت ان اقلتو ندير معها سطولي ندير معها بالفيلدخ عيب والله هي العادة احشان ندير معها نغمال اه اولفت الفيلدخ كيفاش ندير مع واحدة بالفيلدخ وبعد نديرت حابل كم فيلدخ انا اغلال اذا اولفت المكياج و اولفت اللبس على تندانس و اولفت و كيفاش تنصحيهم هكا بهي ماشي يلتزموا مكبع من خوفوهمش نقولوا بهي صححوا من لبستهم نقولوا بهي تقربوا من ربي يا سيدي كلمة ربي بكل نحبوها صح من التزام نخاف والتزام دي جاء غيرت تشوفي واحد ملتحي بالقاميس اه هذا ملتزم مع انهم كائنين هكما هم 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 ملتزمين صح 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 و ستخيني ثانية سنكون صريحة كائنين مؤثرات نعرفهم معرفة شخصية قدام استوغيات وتليفونهم بالحجاب يخرجوا من التليفون ما همش مديرين الحجاب وناس في اليومياتنا ثانية نعرفوهم هكذا نحبو ننصحوا هذا الناس بها صح وبالك ربي نؤثروا بهذه الحصة الاكتر من الوحدة ولا دين او ثلاثة نظروا هذا الحصة وتؤثر بك كما تأثرت انا دينو مافيه صح طبال الحقيقة لكم كم انا قالت لك من اول حافظة من غلو نلتزم كما قلت تقرد من الله تقرد من الله هكما قلت تقرد من الله هو كفاح يومي تنوضي صبح تقرري تخيري عندك زوج يا الدنيا يا ربي الايجابيات اذا اردنا القول انه الى خيرت الدنيا رح تليها غرب الدنيا إذا خيرت يا ربي ربي سبحانه رح يعطيك الآخرة والدنيا يجب أن يرى مادنة ناظر يرى أن التقرب من الله عز وجل هو ليس الإبتعاد عن الحياة نعطيك طريقة أخرى الالتزام هو ليس الإبتعاد عن الحياة بل الالتزام هو إبتعاد عن الحرام فقط والحرام لا يوجد شيء صعيب لا يوجد شيء صعيب بطاة رأيي صح صعيبة أن تنحي المكياج تحدي مثلا المرأة جميعا دخلت الطياب جميعا دخلت الكوزينة والمبارات تدخل الكوزينة وتدخل العوصات وتخرجها الشابة ما تديك الفرحة؟ هي أحسن لأنه مثلا هذه المرأة تقرب من الزوج التحها مثلا بعد ذلك الطبق أنت لم تقربت من الزوج تقلبت من خالق الزوج تقلبت من ربي سبحانه لم يكن أحسن من التقرب كنت رقضي في الليل وتعرفي أنه كدري البيلونتعك اليومي قال اليوم مشترت اليوم مشترت اليوم قدرت نحيت له كان الغيسيل لا نحيت كله نحيت الغيسيل نحيت سقمت حجابي لم تقربت حجاب مثلا سروال وليكات تقربت حجاب طويل اليوم راني خبيت مدراهمي باش نشري حجاب ما زال ما لبستوش نويت أني نشري حجاب يجي نهار وتلبسو اكزاكتو اليوم نويت أني نرقلي الريفاي تايبش نصلي الفجر في الوقت أحب الأوقات إلى الله عز وجل هو صلاة الفجر نقول اليوم نويت أني نصلي الفجر في الوقت هذه العفايز هي بديهيات التي نشفهم صغار وما في الحقيقة هؤلاء الأساسيات هؤلاء المبادئ هؤلاء المبادئ للإنسان يجب أن يبدأ بهم لكي يتقرب من الله عز وجل فقط كل التزام الحقيقي أنا شخصياً أراني بعيدة عليه بعد السماوات عن الأرض لكن الإنسان يجب أن أمر الله عز وجل القليل القليل جداً القليل على الأقل تبدأ بالصلاوات في الوقت اكزاكتو مع أنه على بالي ونبدأ من نفسي ربي يهدينا إن شاء الله الله أمين نتغذى قليلاً على الصلاة نتغذى كثيراً نتفرج في موسا نقول أن يكمل بها نصلي صح فهمتني فقط يأتي العصر أنا نقول أن أأتي نصلي مع أني قادرة وما سأذهب إلى الدنيا كما يقولون سأذهب نستطيع أن نحي وننبس ونصلي ونصلي ونخرج فإذا قدريت أخر جيوة تبليش هذا هو المشكل صح كيف سأتقابل لك ربي صح ما تقول له؟ يا ربي كنت مكية ونتوضى يا ربي كنت لابسة عجزة نحي حواجي ونربط ونصلي ما تقابل له؟ ما تقول له؟ الإنسان يعرف أنه يضع ربي في الواجهة يعني أنا أحضر لك هكذا لا أطبق فيهم بمئة 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 كما قلت لك أنا نحاول أن نضع طاقة من الناس ونمضع الطاقة من الناس نعلم ونتعلم طيب قلت لك الإنسان يحاول يضع ربي في الواجهة يشوف ربي أول حاجة في كيمات النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه عمر بن الخطب أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال من كان يعبد محمد فإن محمد قدمات صح ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت يعني أنه تحطي يا ربي في الواجهة وتعبد يا ربي وتشوفي أنه أولويتك في الدنيا هو ربي سبحانه ريح تنجحي لأنه الإنسان ديري في قلبك ربي سبحانه ريح يثبتك ريح ينجحك ما تقوليش ما نلحقش ولا صعيبة كما تقولين أنت وعلى أنه الإنسان يلتزم صح صعيبة صح كيد تنوي أنه حقيقة تديريها لوجه الله من ترك أمرا لوجه الله عوض الله خيرا منها صح صح وأنا درك حبي تنقل للمشاهدين صحرا كيمة هذي مكانش أحسن منها صدقوني تعلمت منها بزافحة ويجو جاتني واحد الطاقة ما شاء الله فرحة بزاف بك وفخرة بك أعطيني كلمة آخرة للمشاهدين كلمة آخرة ستكون شكرا للناس الذين شجعوني أولا شكرا للأم شكرا للأخت شكرا للأصدقاء اللي كانوا قرب لي ولي دائما أمنوا بي واللي بالك كانوا يشجعوني بطريقة غير مباشرة ومباشرة كانوا ينهوني على الفيديوهات اللي كنت نديرها متالماكية وشقولوا لي خطيك منهم ماش حيث استفادي منهم طنك كالكو باغ عندهم عندهم يعني صدق صالح كي ما نقول اكزاكتما ما كاش أهم من الجليس الصالح صح ما شاء الله فبالك تأثرتي كوغاج وش بكك حبيبتي بالك ما وش معاي اليوم بصح الله يرحمه الله يرحمه ريمان ستتكلم على الوالدها رحمه الله الله يرحمه وهو فخور بها أداهوه يعني أول حاجة خمام فيها كين نحط كش فيديو ولكش حاجة انوه أول حاجة لابتاعي باسكن قول بخوبة بلومون بخوبة بلومون بخوبة بلومون بخوبة بلومون يلحقوا الأجر ويقول لك ولد صالح يدعو له تلحي صالح يدعوك في صناحاتك ونتمنى حقيقة انو التأثير تعيكون إيجابي ونتمنى انو قدر المستطاع يكونوا ماشي غالبنات يعني تأثرو بيا حتى الدرار يكونوا تأثرو بسكن المعلومات المدمره مش يعني معلومات تخسل نصافة فعلا ذنك نتمنى انو لابتاعي مباليش اسكوا يعني دينيا او شرعا يعني راهو حاضر ولا راهو يشوف ولا راهو واعي بشو صاري الله أعلم الله أعلم اللهم آمين مي جسبر فغيموك إلا راهو حاضر ولا راهو يشوفي ولا ربي سبحانه ويوصلوا وش راني ندير إن شاء الله بك يكون فخور وإن شاء الله سبحانه ويطلاله في درجات العلا في الفردوس العليا بفضلي إن شاء الله يا ربي شوفي أي واحد راهو يدعي لك وإي واحد راهو يتنفل ينصي فيه أنا راهو دا من الناس يقول لك يرحم الكرش اللي جابتك اللهم أعلمين وربي يرحمه إن شاء الله ويرحم والديك يخي يقول لك وفي الدنيا هدي وش نخليه نخليه ابن دعواتك ويدعوه الناس يلحقونا أنا واحدة من الناس يقول لك ربي يرحمه وصيره يكون فخور بك إن شاء الله يا ربي كما يقولونها نتلقوا كامل إن شاء الله يا ربي في الجنة إن شاء الله توبة ديما مفتوحة ببنة توبة ديما مفتوحة لعنة ربي سبحانه بجاسة بيزاخ وبامتياز فخورة جدا في اختياري أني جبتك كضيفة بارك الله وفيك وربي يهدينها وربي ثبتك لما أمين وإياكي إن شاء الله حبيت نشكركم المشاهدين الأعزاء والكرام حبيت نشكر صالونات وورشات وصلت لك محلات صالون كونفور من البرج وحبيت ثانيا نشكر غاتو إيباتيسخي أسان اللي كانت ديجا حضرت معنا الحلقة الأولى وكذلك حبيت نشكر أكسسواق شوشو أكسسواق كونسطانتين حبيت نقول ثانيا شكرا نونو شوب للعبايا من عنده ختام يعني وانا تضربة شكرا لك ثانيا شكرا كامل وكبير لريمال لليدي ريمال في الإنستغرام وإن شاء الله نزيد نجيبها لأن الحديث شيق وكبير إن شاء الله يا ربي نحن نطلب فيكم وانتغذي ديجيبها شكرا لكم إن شاء الله نكونوا أفدناكم ولو لو بالقليل سحسحكم إلى اللقاء في قصة أخرى وحلقة أخرى وعدد أخر من قصتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر